انا اسمي نادا وعندي 27 سنة ووزني يعني حوالي 120 كيلو انا اسماتي عن دكتور كريم صبري من ناس كتير وشوفته في التلفزيون وناس كتير بتشكر انه يعني دكتور شاطر جدا وما حدث بصراحة شتكها من العملية خالص وده اللي طمني يعني ان انا اعمل انا اعمل تكميم ان شاء الله النهاردة بقى لي عشر سنين تقريبا وبنزل وبطلع فالموضوع بالنسبالي بقى ازمة يعني فب اذن الله اعمل العملية النهاردة مع دكتور كريم صبري وان شاء الله خير بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري اشرح لكم شوية حاجات عن تكميم المعدة في الاوزان اللي مش عالي يعني الاوزان اللي هي مش ـ٥٠ لهي ٢٣٠ ٥٤ٓ الحاجات دي احنا بنعملها دايما لكن في فئة من الاوزان وفئة من لاعمار اللي هنتكلم عليها برضو اللي هي الأوزان اللي هي من بين 110-120-130 الأوزان طبعا إحنا يعني دي من الناس أو الفئات اللي هي مصابة بالسن المفرطة ومعظم الناس بتقول إن إحنا لسه مش في نطاق الناس اللي هم بيعملوا عمليات أو اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا منزول الوزن خلينا أقول إحنا مش لازم نوصل لدرجة سنية كبيرة أو درجة وزن عالية قوي عشان نعمل عمليات تحويل مصار أو تكميم معدة لا يعني طالما الوزن أو كتل الجسم زاد عن 35 وبتالي نشتكي من مضاعفات للسمنة المفروض أن احنا نأخذ خطوة فعلية لعلاج السمنة المفرطة احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات أو الناس اللي ما عندهمش إدمان للسكريات أو شوكلس أو الأيس كريم أو الحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق الناس اللي هم ما عندهمش سكر يعني يمكن دخل في مضاعفات أو بياخدوا جرعات عالية من الإنسولين أنت منفكر بقى في تحويل مصار في الناس دول الحقيقة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على أن هي بتقلل حجم الوجبة بتزود نسبة الجوع شوية لأن هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات أو هرمون الجريلين الجزء المعدة اللي احنا بنشيله أو بنصغر به حجم المعدة بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي وبالتالي بنشبع عند وجبة صغيرة ما بنجوعش على الفضلات كبيرة وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد تكميم المعدة هي عملية بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة إقامة أقل من 12 ساعة ما بعد إجراء العملية يمكن المنظر بيساعد أن احنا نرجع لنشاطنا طبيعي أو العمل بتاعنا بعد يوم من إجراء العملية لها طبعا عملية تكميم المعدة من العملية السهلة يمكن احنا نحبها كمان في السن الصغير الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فترة كبيرة بنعمل لهم تكميم أكتر من تحويل وخصوصات في السن الصغير الناس اللي هم الأطفال أو السن المقبلين على الزواج أو في بداية العمر يمكن كمان ده بنحبه كمان في الناس اللي هم فوق سن 60 سنة ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز أو بيبقى يحصل لهم أي نقص فيتامينز ما بعد العملية وبالتالي تكميم المعدة هي من العملات اللي هي النكحة جدا في أنقاص الوزن والجميلة والفعالة والسهلة كمان في أقامتها ويمكن بنرجع لنشاطنا في خلال يوم ما بعد إجراء العملية هنطمينكوا على أستاذنا نادا بعد العملية إن شاء الله وبالتوفيق بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور كريم صابري الحقيقة طبعا أن دي عملية تكميم معدة تكميم معدة دي عملية بسيطة بتجرب المنزول زي من شرائفين خلال الفتحات صغيرة احنا دلوقتي بنفس الدهون عن المعدة الدهون دي طبعا بالآلة اللي هي نيكو بيها دي دي طبعا ألترا باي بيولر يعني اللي هي اللي هي اللي هي شور طبعا في حاجات التشتور عن الكويفز اللي هي اللي هي الهارمونيك طبعا نحن بنفسل المعدة عن الدهون اللي هي محاطة بيها بالطريقة اللي انتم شايتين هدين تركون اسمبل جدا طبعا الأجهزة دي لازم تكون متطورة شوي عشان تقلل فرسة نزيف ما بعد العملية بنفسل الدهون ليه مبين المعدة والفاولون الدهون مبين المعدة والتبحال زي ما احنا شايتين وقال بسقات حواليها لازم نبكها كويس بحيث ان احنا قبت المعدة نفسها ما تبقاش لسه فيها اجزاء بقية وبالتالي المريض بيزيد في الوازد ما بعد اجراء العملية ببتدي يسأل طبعا انا ما بخصش ليه وتلاقي المعدة بتاعته لسه ستال كبيرة ويعني متسابة اللي هو الجزء اللي احنا نسلك في ده بتاع اسمه قبت المعدة الاي انتسابات طبعا حوالين المعدة بتفكها عشان طبعا دي احيانا بتكون سبب التواء المعدة زي ما احنا شايفين كده المعدة تماما نسلك في وقت قوي زي ما احنا شايفين كده انتهت مرحلة التسليق لان احنا بنوصل لعضلة اللي هي بتقفل بوابة المعدة السفلة السفلية اليادي بنسلك لحبها اوه زي ما احنا شايفين دي البوابة طبعا في اسناق تدويس لازم ناخد في وجه الاعتبار ان احنا من دياش المعدة زيادة عن لزوم او نسيبها واسعة زيادة عن لزوم طبعا اثناء التدبيس المفروض ان احنا ما نسيبش مساحة واسعة او ناخد مساحة اكتر من الطبيعي بحيث المعدة ما يكونش فيها اي نوع من الديق او وده ممكن يسبب العيان طبعا نوع من الترجية ما بعد العملية او نوع من طبعا البوجي موجود لما بندوس الدباسة او بندرب الدباسة بتبتدي هي بتدبس ثلاث صفوف يمين وثلاثة اشمال وفي سكينة في الوسط ما بين الدبيس زي المنظر اللي احنا شايفينه ممكن ندخل البوجي شوية اطلع فوق منسيبش جزء خلفي خلف المعدة طبعا بسبب بسبب رجوع للوزن ما بعد اجراء العملية المعدة زي ما انتم شايفين كده طلع زي اللي شيب اهو ده حرف ال بعد كده متجاهز بقى اختبار التسريب فاضل كده مساحة الدبوس واحد وهكين جاهز اختبار التسريب بعد شوية ممكن بقى نعمل اختبار تسريب نرجع بالبوجي هنلاحظ بقى اختبار التسريب احنا بنحط الدبوس تحت ضبط جامل المعدة دلوقتي منفوخة لدرجة كبيرة طبعا عاملة زي البلونة احنا قابلنا اهو عاملة زي البلونة بحيس انها تبقى ضبط على الدبوس طبعا الدبوسات طلع على مفيش دبوس يمين ودبوس شميل بحيس انها ما حصلش في التواء عاملة زي الخيروية كده زي سوع الموز زي ما احنا شايفين حجم صغير جدا وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضد النزيف بنعلب ضبط شوية وبناخد طبعا زيادة دبون فوق المعدة بحيس ان هي بقى تقلل فرصة وجود نزيف او وجود اي مضاعفات مباعق العملاء شكرا لزيجنا بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي ندا وعندي سبعة وعشرين سنة ووزني كان مية وعشرين كيلو وعملت تكميم والحمد لله يعني فوقت بعد ساعتين تلاتة كده بس ما حستش بالوقت خالص يعني اوما دخلت عملت العملية وفوق ما حستش بوقت العملية ولا بأي تعب وتمشيت بعض العملية على طول وكل شوية لازم اتمشى والحمد لله العملية سهلة وبسيطة جدا يعني غير كل المخاوف اللي انا كنت متوقعها بصراحة يعني والدكتور كريم صراحة دكتور محترم جدا هو التيم بتاعه وانا بشكرهم دكتور سمير ودكتور محمد واسراء السيستمت بتاعه دكتور كريم والله يعني بجد ناس زوء جدا وناس محترمة والمكان جميل ومضيف انا بنصح الناس كلها انها تعمل تكميم بصراحة يعني عملية سهلة وبسيطة نفعش اي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلامة كندا والحقيقة طبعا تكميم المعدة ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى يعني الاعادة للعمل او الاعادة للحياة او ريهابليتيشن ما بعد العملية حيطة طبعا السيكول اللي حاصل احنا ما بعد العملية بنقدر ان احنا نتماشى بعدها بساعتين ساعتين ثلاثة بتلاقينا بنتحرك بصورة طبيعية بيكون يعني يمكن سهل وسريع بما بعد العملية احنا يمكن السيكول اللي حاصل ما بعد العملية بساعتين او ثلاثة بنترى نتحرك بنشرب بساعات تاني يوم المفروض أن احنا بنخرج لحياتنا الطبيعية بنقود يوم في البيت ولو عايزين ننسل شغلنا ما بعد العملية عملية تكميم المعدة هي عملية قائمة على أن هي بتقلل حكم المعدة إلى جزء يعني أقل من الطبيعي عشان نحنا بنبترى ننشبع بسرعة ما منجوعش على فترات كبيرة عملية التكميم طبعا هي عملية بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة قامت يوم واحد في المستشفى ما بعد إجراء العملية نزول الوزن ببقى تدريجي وصورة صحية سليمة ويعني طبعا هي تكميم المعدة من العمليات الخفيفة يعني والقوية في أنقاص الوزن والحياة طبعا نزول الوزن ما بعد العملية ببقى نزول صحي سليم مؤكد لأنها متخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نجبع وأثناء الوجبة الوحدة يعني الشبع بيكون أقل شوية يعني بنحاول نحن نأكل كمية كبيرة بدون بنحس إن احنا بالامتلاء أو بنحس إن احنا أكلنا كمية كافية عملية تكميم المعدة بتقوم على تقليل حجم المعدة إلى جزء صغير بنأكل فيه بنشبع بسرعة بنجوع شل على فترات كبيرة الحياة طبعا إن كتير جدا من هرمونات الجوع أو الجزء من المعدة بنتخلص منه وبالتالي بنشبع بسرعة وبالتالي نزول الوزن ببقى سريع ومؤكد إن شاء الله اشتركوا في القناة مساء الخير مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة وعندنا فقرتين النهاردة فقرتنا الأولى هتكون مهمة جدا لأننا هنتكلم فيها عن المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه أي بنت صغيرة في السن يعني من العشرينات للتلاتينات مشاكل كتير جدا ممكن تواجه الشريحة دي بالتحديد وخاصة أصحاب البشرة الخمرية وإحنا طبعا معظم المصريين أو الشعوب العربية عمتا بشرتها خمرية فإحنا هنشوف إيه المشاكل دي ممكن تكون مشاكل تصبغات في الجلد ممكن تكون خطوط ممكن تكون عدم نضارة ناس كتير جدا بتسأل عن التأشير عن الدرما رول عن الفيلر عن البوتوكس ده اللي هنعرفه النهاردة وهنوضحه لحضراتكو بالتفصيل مع ضفتي العزيزة اللي بسعد بلقاها جدا دكتورة رباب الرفاعي أخصى إجراحات التجميل والليزر بالمركز الطبي وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل والليزر يا أهلا يا أهلا أهلا بيكي مرسي يا حبيبتي أنت دايما بتجيب لنا حاجات جديدة كده وبتعمل لنا أفكار جديدة النهاردة أنت هتتكلمي مع البنات اللي في السن صغير نزل أنت عارفة العمر ده بيبقى مشاكله كتير وما حدش يقولي أن الصغارين ما بيحصل لهمش ومشاكل الصغارين بيحصل لهم مشاكل ومشاكل كبيرة كمان وبيعودوا يزنوا وبيبقوا عارفة القانين على طول وكل واحدة الوقت عايزة تبقى نجمة في وسط صحابها نزل فيعني تقول لنا ما أنت جايب لنا النهاردة هتعمل لنا إيه شوف يا يومنا إحنا دايما بنقسم حاجات التجميل كده على كل مستوى عمري وعلى كل الكلاسز اللي إحنا بنشوفها والمشاكل اللي قابلنا دايما في عيات التجميل خلينا النهاردة بنشوف من الحاجات اللي شفناها كتير قوي بتتردد علينا السن بتاع التين إيجر اللي هو سن العشرينات سن الجامعة السن ده مهم قوي إن إحنا ناخد بالنا منه أولا في مصر بنات الجامعة بقوا كتير قوي ما شاء الله طبعا أغلبهم محجبات أغلبهم عندهم مشاكل سبتة من إن البشرة دايما مرهقة فيها تصبغات فيها تجعيد مبكرة جدا خطوط تعبيرية بتبدأ في السن ده إن الناس كتير قوي بتقولي أنا لسه صغيرة هبدأ بوتوكس وهبدأ تأشير وهبدأ آه أنت عندك مشاكل مركبة سواء كان عندك أصار حب شباب سواء كان عندك دايما بيجولي بالمنطقة المنطقة دي أولا فيها خطين من قلة شرب الميا والمنطقة دي دايما غمأ دوجلس دي دايما بتبقى أغمأ عشان طبعا ما فيش اعتناء بالبشرة كويس أو على المستوى المطلوب من البشرة بتاعتها الحاجة التانية إن كنتي لو تلاحزين البشرة المصرية البشرة الخامري يعني أنا كان اختياري في الموضل بتاعتنا النهاردة كيب هي وشعة مصري جدا آه مصري صرف وعايز أقولك من أسوان كمان والله فأنا بحب أهل الأسوان جدا أهل الأسوان قوي تحية ليهم آه فأنا بحبهم جدا ولازم يعرفوا إن برضو في بشرتهم دي والبشرة الغمأة مهما كانت المشكلة اللي موجودة لها حل طبعا النهاردة هنحل مشاكل كتير قوي هنشوف الهالات اللي تحت العين الهالات السوداء هنحلها ازاي هنشوف المناطق الغمأة أو البقع البوست أكني باجمنت أو سبوتس هنحلها ازاي برضو لو أنا عندي نحافة في الوجه هنحلها ازاي هنشوف مع مية بقى هنعمل إيه مع والسادة المشاهدين يركزوا كويس قوي طيب خلينا نبدأ في الأول يا يوم كده عاوز أرشح للسادة المشاهدين طبعاً واجه النوبل الأصل ده طبعاً بنات كتير قوي بنشوفها بالستايل ده وبنشوفهم كده أعاوز أول حاجة هنبه إن احنا بنبص على الهالات هي سنها صغير بس عندها هالات تحت العين سنها صغير عندها اسمرار حول الفم في المنطقة دي وضل هنا في المنطقة دي اللي هي تحت الشفاه السفلة كمان عندنا نحافة في الوجنتين ما عنديش خدوط خلص مفيش تناسب عشان كده الوجه طويل من سنها صغير كشار يمي من سنها صغير بصي العضلة وقوتها ونرفع واجبنا وبرضو الخدوط العرضية التعبيري ده مثال حي على بنت مصرية من الجامعة بشرتها فيها بقع وتصبغات بعد الحبوب عندنا تصبغات حول اللهم عندنا لو فوليوم ما عنديش خدوط فده فيه شغل كتير قوي دايما بنحب نوضح عليها على الموضل دي حاجة حقيقية كده نوري حلول تجميلية هنشتغل ازاي اول حاجة هنعملها لها ايه بقى انتو تبدأوا من تحت الفوق ولا من فوق لتاعة خلينا نبدأ من فوق لتاعة عشان اشرح عليها كمان اللي هي هتحتاجه في الحالة دي واللي ممكن عندها مشكلة مشابهة تحلها ازاي اللي عندها مشكلة مشابهة اكيد هتتبع نفس الخطوات دي ولو اكتر من المشكلة يعني من في ناس عندها دكتورة باب مشاكل اكتر من مية ايو احنا نبدأ نفس الخطوات ان شاء الله بالزبط بدوزس اعلى وجلسات اكتر كمان ان شاء الله في الحلقة الجاية مع بعض يومنا هنجيب السن الاكبر التلاتينات الاربعينات ونشوف المشكلة هتبقى ايه وحلاها هيكون ايه احنا دلوقتي هنبدأ هشرح لكم هنا في التجايد التعبيرية دي ده ايه ده بوتوكس هنحقن البوتوكس بكميات بسيطة جدا في السن الصغير ده جاست ان انا افرد الكسرة اللي عندها طبعا هم بيحبوا يد اللوك ده للحواجب بيحبوا العريض اللي هو الخليجي ايه ايه بيقفلوها اوي بيحبوا اهل النوبة دايما بيحبو كده اه امارات اه فاحنا عشان دايما ساعات هنجيبها تبقى مفروضة وتدي اللوك الهيلسي بتاعها هنحقن البوتوكس في المنطقة دي بدوز بسيطة اوي ايوا حاجة بسيطة جدا على قد سنها دوز بسيطة بالزبط كده شايفين الابرة قد سغيرها ومي الموضوع لطيف معي جدا هنبدأ برضو في دوز في التجاعد التعبيرية اللي فوق شوية اه احنا بنعمل كده عشان كمان بيينلكوا ازاي حقنة البوتوكس بتشتغل وقدي ايه هي صغيرة ورقيقة وبعدين البوتوكس باتي يا جماعة مش ان انا بعالج بيه تجاعد كهبر السن دي حقنة نضارة ده من ضمن الرجيبنيش انت بتفرد بقى بيدك كده صح بالزبط لازم اشد وانا بعرف العضلة ايه وبعمل لها خليها تعمل اكسرسايز انها بترفع وبتكشر طبعا هي لما بتتحك مبقاش فيها عنده هنا الكراوسيت عشان هي صغيرة فمش احقن في المنطقة دي لو هي عاوزة تحافز على الاي براو ده مشدود لفوق او عاوزة طيارة تشينيز لك اه ده حقنة معينة طيب بقعليها من هنا بحقن من هنا اه انت بتحقني من فوق يا دكتور انا باحتمر العضلة انا كل الماركينج بتاعي في حقن البوتوكس هي يومنا العضلات الاكشن بتاع العضلة الحاجة بداي بقى عامل كده اه انت بتحقني من هنا اه بحقن منطقة الفرونتاليس ديت عشان لما بحقن البوتوكس بتنزل شوي اوكي لما دي تنزل شوي تبقى مفرودة دي تطلع اه الاكشن بيبقى عاقسي خريطة انت بتاع لازم هو الماركينج بيعتمد على التشريح للعضلة اوكي تمام لو في حد عاوز التمانية اه احنا تكلمنا على الشينيز لك لو حد عاوز اللي هي الانجل دي اوكي اعملها ازاي بحقن في المنطقة دي مع حقن الفرونتاليس ديت كده عملت لها الاتنين اه اه تمام كده هتبقى مرفوعة من هنا وهترفع من هنا شوي اه يعني هترفعي الطرف ارفعي الطرف وفي نفس الوقت هتعملينها دي الوزبط هتديها انجل شوي تمام كلام ده يبن امتى يومنا بعد الثلاثين لأسبوع عشان في واحدة يعني فينا احنا لها نحيطة اه طبعا طبعا اه بصي هنا هعمل لها هيت هرفع دي شايفين اللي بيحصل ده علشان اديها تشينيز لك اوارفع الطرف الطرف بعدين هاتف الانجل من هنا ايوه عشان دي ده بقى ايه يرفع ما حقن ده لازم الفرونتاليس تكون محقونة تمام عشان هي دي لما بتغتخذ ده بيرتفع تمام فده مهم جدا انتو شايفين ما شاء الله الله اكبر يعني ولا نقطة دم ولا يعني الموضوع سهل وبسيط جدا في ناس ساعات بيبقى عندها الباني نوز لما بتدحك دي بتكرمش كده بس ناس عندها خط بالعرض بس يعشان سنناه صغير ومعندهش الحركة دي فمش هناحق طيب كده خلصنا جزء مهم قوي في نظرة الجبهة والقورة لمي ان احنا حقننا البوتوكس شوكرا بوتوكس شوكرا بوتوكس اللي بعد واضح قوي الهلات وعندها الحتة دي وعندها تحت هنا فيه الهلات بقى في منطقة تحت العين نحقن بايه يومنا ليه تلت حاجات مسموحة ايه بقى اما اني احقن ميزو ثرب لتفتيح الهلات اه او احقن هليرونيك اسد مع PRB هليرونيك سائل مع PRB او احقن فيلر او ممكن احقن التلاتة مع بعض ما عنيش مشكلة طيب انا النهاردة هحقن فيلر هحقن الفلر ده عشان يرفع لي الحفرة الفلر ما بيعليكش السوادي يا جماعة الفلر بيعلي الحفرة اللي تحت اللي هي بتديني ايه حق بان انا عندي هلات هلات سوداء اوكي لما برفع اه بالزبط انا هحقن فيلر في المنطقة دي بالزبط ولازم ألمس العظمة دي حاجة تخصيني انا بقى في الحقن هانتهى واعمل مساج بسيط رفعت كأني علجت الهلات في سنة هنا وجوه بالزبط اه من هنا يمكن لو الشاشة تبين انا بحب قوي احقن نص ونص وصورها عشان تبين قد ايه احنا رفعنا المنطقة دي فكأن الهلات هنا تعالجت وهنا لا كأن فيه هلات اهو تمام طيب هننجي بقى للمشكلة اللي بعدها الشيكس ازاي انحط الخدود دي شايفها مفيش هي على فكرة انا وشها يبقى حلو قوي في النحت ايوة انت عرفة الوش بالزبط الوش اللي هو المسلس المقلوب الا ايه اللي نتكلم عليه انه هو من علامات الجمال اللي هو شكل انفيرتيتي اهل النوبة ايوة هو ده مادة اللي أنا عايزة اقوله لها هو الشكل ده مننحة ازاي نحنا نكبر الوجنتين اوكي ونسيب الموضة اللي طلعة بقى نحنا نسيب الانجل فاضية من هنا ماكونا زمان بنملا دي كلها الموضة يا بنات الموضة يا بنات الموضة كده دلوقتي الموضع إن في الشكل المسلس المقلوب ننحط دي تكون منحوطها بالخيوط في السن الأكبر شوية نبرز الدقن شوية ممكن أطولها بالفيلور دلوقتي حالا قدامكم وإن إحنا نبرز الخدود من هنا أو ننحط الخدود من هنا طيب هنعمل الخدود إزاي؟ أهو أهو حقن الخدود اللي بتسأله عليه على طول ركزوا مع الموضل هنعلي الخد شوية يمكن أنا حتى كمان محتاجتش إن أنا أستعمل أيوة ده فيلر يا جماعة ها إحنا خلصنا بحق البودكس دلوقتي وده حقنا الخدود بالفيلر شايفين قد إيه الحقنة صغيرة؟ جداً وفي إقداية أعلي وأرسم الرسم اللي أنا عايزة أنا هسيب دايماً خد وخد أنا طبعاً هنخلصها بعد التسجيل الحلقة لكن لازم أبرز الفرق ما بين الاثنين أعلينا الخطوط بطريقة نعمة وبسيطة جداً تمشي مع سنة تمام ونتيجة الفيلر دي ببان بعد قد إيه تقريباً يا دوت الفيلر دايماً يومنا زي ما إحنا شايفين بيبان أتوانس يعني إحنا بخلصين حقناه لو هي دحكت دلوقتي هتلاقي فيه فرق بصي الخد ترسم بقى فيه فرق الحد الكبير يعني إحنا بنشوف النتيجة بتاعت الفيلر وانس بعد اللي حقناه على طول فيه فرق ما بين الخد أعزاك يبقى وشها بس شمال سنة عشان يبان معنا في لأ لأ شمال العكس هنا الخد ترسم بقى أكبر أهو مثلس الخد التشيكس بقت مرسومة هنا الدنيا أقلم لسه الفرق ما بينهم جدا فعشان كده حابنشوف النتيجة وبرضو أنت عاملالها خفيف خفيف لأنها سنها صغير سنها صغير ومش عاوزين نغير في الملامح ولكن هي حابن بدي النظارة بكرة وبعده أحلى وأحلى وأفضل وبقى نصحها النهاردة بشربة مياه كتير لأنه بقول لها الهيلرانيك أسد ده الهايدروفالك يعني بيمسك في جزيئات المياه فبيزيد فبتلاقي نتيجة أحسن بكرة وبعده طيب إحنا بقى خلصنا موضوع دور الفيلر هنا مبدئيا يعني هي برضو محتاجة هنا شوية محتاجة أن أنا أصبط الشفاه العليا بالنسبة للشفاه السفلة لأن الشفاه الأفريقية دي لها برضو دراسة خاصة طيب إحنا هنتقل حاجة مهمة جدا أنه إحنا أولا هندد النظارة للبشرة طبعا يومنا عشان وقت الحلقة بشتغل نص الفيز وهكمل لها إن شاء الله وعندي البقع والتسبغات إذن أنا عندي مادة ميزو ثيرابي مهمة جدا أن أنا أبدأ أحقنها تكون فيها مكونين مهمين قوي أول حاجة البي أر بي معاها مادة للتفتيح وهليرانيك لكويد هليرانيك أو كولاجين آه يعني أنت تتحقيني حاجة للتفتيح بالزبط كده طيب معها بي أر بي اللي هو البلازمة لأنه بروتين وانت عارفة دور البروتين في التقام الأنسجة وحاجة للتفتيح وكولاجين بقى عشان يدي النظارة والشد وعشان لو في حفر اللي هي بوست أكنيس كارزي ملاح أنا بعملها بطريقتين بحقن دلوقتي يا جماعة الدكتورة رباب عملت لها البوتوكس فوق وبعدين عملت لها الفيلر في الخدود وبعدين وبعدين بتعمل حقا تفتيح ونضارة وهعمل إحنا كده حقنا في المنطقة دي في طريقة بقى التانية اللي أنا بفضلها برضو للبنات الزغنانة عشان هي بتخاف شوية بصي بحطها بحطها جاست بلابس كده الزغنانة على الوجه وأبدأ أشتغل بالدرما رولر هي دي الدرما الدرما رولر بقى ديت خفيفة جدا ولطيفة قوي ما بحدش بيحس بيها ولا بيدق منها بس دي بتدخلي المادة في لفل تاني خالص أنا حقا أنت دخلت في لفل جوه والدرما يبتدي حسز زغزغتك والدرما بان هي مبسوطة وتطعك الدرما بان بتعملها في الليفل السطحي شوية عشان لو عندي بقع زي دي زي اللي احنا شايفينها البوست أكني سكارز دي أو أي بقع عوطة صبغات بنتطر نحنا هي ممكن عادي بتنفع بعد الفلر عادي خالص صح؟ جدا وبتبقى يعني ممتازة جدا بعد الفلر وبعد البوتوكس كمان بعد أي جلسة نظر وسعت على فكرة بعملها بعد الخيوط عشان وهي طالعة تحس إن فينا ضارف بشرطة وتحس إن هي شافت حاجة كويسة قوي زي ما قلنا يومنا برضو عندي البقع اللي هي موجودة التصبغات والتصبغات اللي حاولة الفم هنا فيه حاجة دور مهمة قوي وإحنا يعني بالحمد لله بنا نفرد به في المركز الطبي عندنا حاجة اسمها الليكويد هيدروكينون واللي هو مادة يعني زي كده مادة تحضيرية للتأشير ده سائل كده تحضيري اللي بنقشر به إحنا بنتميز به قوي لإن هو يعني حاجة مستوردة إحنا عارفين إن الهيدروكينون بدخل في تركيبات كريمات التأشير لكن إن هو أول مرة ينزل في أوروبا وأسبانيا إن هو ينزل الليكويد فإن إحنا بنعمل به بنحضر به التأشير ده لزمتو إي يعني ده لزمتو إي الهيدروكينون بيعمل زي كراست بيلينج بيأشر طبقة من طبقات التصبغات اللي بتقع موجودة بنحضر به عشان بعد ما بنمسح به بطريقة خفيفة كده على منطقة التصبغات نبدأ نحط الستاب 2 اللي هي عبارة عن ماسك بيبقى تقيل شوية الماسك ده بنفرده بيعود على البشرة 12 ساعة 12 ساعة طبعا هو مش يقعد 12 ساعة مش هنقعد معاكل بكرة بس يعني بزرق إحنا بنوريكو الدنيا بيحصل فيها إيه وبنعمله أبليكيش وعشان تبقوا عارفين طبعا بيبقى ده نوع من أنواع النضارة للسبانش على فكرة يعني الأسبان مفهومهم للنضارة الماسك ده الماسك التأشير ده لأنه بيشيل طبقات الجلد الميتة وبيدي طبقات جديدة جدا طب أنا عايز أقولك على حاجة أنا لو عندي مثلا مشكلة في منطقة معينة يعني مثلا ساعة يطلع لي حبوب وتسيب نقطة كده بني أيوة ممكن أعمله على المنطقة دي بس هو ده اللي إحنا بنكلم ممكن جدا على المنطقة دي بس جدا أنا بعمل إيه بستهدف البقى على السبوتس دي بس في أول مرة وانس إنها حصل لها بيلينج وبقت اتأشرته كيسا بعمل مرة واحدة للفيس كده أنا بعمل سويت يبقى أنا اشتغلت على اللوكل سبوتس واشتغلت بعدها على البشرة كاملة فأنا هنا هستهدف إيه التصبغات اللي موجودة عندها بستهدف كمان المنطقة اللي حول الفم اللي دايما بتشتكي منها البنات في السن الصغير ده من هي الدارك دوغلس الدوغلس الغمقى طبعا ده قلة الترتيب قلة الشربة المية المية اللي بنخسل بيها الدرين بتاعها الوحيد المنطقة دي يعني المصرف بتاع المية اللي بنخسل بيها تنزل كده طبعا الكولور اللي فيها وكل ده بيعلم في المنطقتين دول معجون الأسنان لو ما غسلناهوش كويس يعمل لي المنطقة دي البرتقان الناس اللي بتمسك البرتقان نتوقع بتعمل فيها كده كل الأسد اللي في الفواكه وفي الفروت بتعمل لي الدارك دوغلس دي فعشان نتخلص منها بعمل حاجتين بحقن تفتيح برطب جدا كتير قوي في البيت وبعمل ماسك التأشير الأسباني ده اللي بيقعد حوالي 12 ساعة على البشر طبعا هي بتخسله بتخسله بالمية في البيت بعد 12 ساعة بعد كده بتبدأ هي تلاقي إن من تاني يوم على طول كراستنج بدأ التأشير بدأ لو واحدة جات لك وعملت لها كل الحاجة دي تتطلع أمر بالزبط كده والله على تاني يوم تبقى حاجة اللي عم تخسل المسك تبقى غيرت وشح وهو الجمال إيه غير إن إحنا نحافظ على سننا بس بإشراق ونضارة مش إن إحنا نبقى أصغر نبقى محافظين على جلدنا مش رقدة ونضر كل الحاجات اللي إحنا عملناها دي نضارة وعلاج عيو بالبشر طيب إحنا هنشوف بقى أتطمن بقى على النتيجة بتاعت مي بكرة إن شاء الله طبع إن شاء الله أنا بشكرك يا دكتورة رباب أشكرك يا مي على وجودك معنا النهاردة دفتي العزيزة الدكتورة رباب الرفاعي شكرا لكي إحنا فقرتنا دي خلصت هنروح لفاصل لسه عندنا فقرة تانية يستنون ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها هي المعروفة كافيار كولاجين سيرامايد والهايلورونيك أسد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من أقوى مرخص من أقوى مرخص من أقوى مرخص من حكومة ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب الحقيقة في سيدات كتير جداً بتخاف من السن وتقولك أنا أكتر حاجة بترعبني أو بتخوفني هو أن أنا أكبر أو يبان علي السن وأنا بشوف أنه كل مرحلة عمرية لها جمالها يعني العشرينات لها جمالها والثلاثينات لها جمالها الأربعينات لها جمالها خمسينات آخر جمال الستينات قمة في الجمال والسبعينات والثمانينات يعني الواحدة ممكن أنها تكبر كلنا أصحنا مش هنقدر نوقف العمر أو نوقف الزمن كلنا مصيرنا هنجبر ومصيرها يبان علينا بس إحنا بنقول إيه بقى أنت جباري بس بزكاء يعني اجوار زي ما انت عايزة بس افضلي مسك نفسك تفضل بشرتك محتفظة بجمالها ورونقها هو ايه اللي بيبيننا كبار يعني ايه اللي بيبين الوحدة كبيرة انه هي وشها هيبان انه كبر هو الوش ده اللي باين يعني الوش ده اللي بيبقى باين فينا فانتي لما وشك يبان انه كبر تبدأ تطلع التجعيد دي يبدأ يطلع هلت سودة تبدأ تطلع جلدك لونه يتغير تبدأ تحسي بقى تبصي في المراية انت كده تعود تكلمي نفسك في المراية تحس ان انت كبرتي اتغيرتي فده ده الوقت اللي نبدأ نزعل فيه او نخفي لكن انت لو انت واحدة مهتمة بنفسك وعارفة تعملي ايه وتستخدمي ايه انت ما تخفيش خالص ما تخفيش من موضوع السن وهتعرفي انه كل ما تكبري انت هتحلوي هو فعلا فيه ناس على فكرة كل ما بتكبر بتحلوي ده يعني انا بشوفها بعيني انه فيه ناس الزمن اللي صالحها مية في المية بس الناس دي بتبقى مهتمة بنفسها ما بتسيبش نفسها كده للعوامل الجو وعوامل البيئة والنفسية وتقولك لا انا الزمن اللي صالحي ده احنا اصلحنا عليتنا كلها كده مثلا او احنا كلنا ما بنجبرش بسرعة لا فيه اهمال هتكبري وهيبان عليك السن ما فيش اهمال هتكبري برضو بس مش هيبان عليك السن ماسي دوره جولد من الحاجات اللي بتساعد الستات كتير جدا والرجال كمان انه هم ما يكبروا مهما يكبروا وما يبانش عليهم اي سن ولا تأثير العمر عليهم فاحنا نهارده نتكلم عنه ونعرف هو ازاي بيعمل ده وإيه هي مكوناته مع ضفتي العزيزة اللي معي النهارده دكتورة دينا ابو الصعود المدير الطبي لشركات ميسي فارب ازيك يا دكتورة دينا؟ ازاي كيومي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا حمد يعني هي كل مرحلة وليها جمالها صح؟ وفيه ناس كتير لما بتكبر بتحلو طبعا دوارت جدا على فكرة يعني صح ولا غلط؟ عايزة بس أبدأ قبل ما أتكلم عن ماسي دوره جولد أهني الموزيع الأمر يومنا طولار حبيبتي يا دكتورة دينا أحسن موزيع وأحسن برنامج طبي في مهرجان القاهر الفرائيار مرسي الفضائيات العربية تستهليها بجدارة طبعا مرسي يا حبيبتي مرسي يا دينا فنرجع بقى الكلامنا بقى ونكلم بقى الستات زيانهم مستنيين دلوقتي يعرفوا ماسي دوره جولد ايه موضوعه وازاي انت تتمتعي بسنك وانت مش باين عليك العمر ده صح فعلا زي ما قلت يا يومنا الزمن مش في صالح ستات كتير وفيه ستات بتحلو مع الوقت ماسي دوره جولد تصنع ست سنين أبحاث تستات على جميع أنواع البشرة على جميع ألوان البشرة تستات على ستات وعلى الرجال عرفنا هو البشرة بتبان عليها السن ازاي يعني ازاي تعرفين السن السن دي مثلا لأ شكل كبر من تجعيد من بقع من هالات سودا من كلف من تراهل في البشرة من وش شاحب جدا طبعا كل علامات التقدم في السن دي اختصرنا علاجها في منتج ماسي دوره جولد ماسي دوره جولد من أقوى وأفخم منتجات التجميل في العالم ماسي دوره جولد منتج إيطالي الصنع فيه 56 مكون مش ممكن هتلاقي مستحضر تجميل موجود في العالم فيه كل مكونات دي ماسي دوره جولد ماسي دوره جولد الأساس فيه جزيئات الدهب كلنا منلبس دهب ومنفتخر بيه فتخيالي لما تبقى الدهب ده انت بتستفيدي من جزيئاته على بشرتك ماسي دوره جولد كمان مختلف عن أي منتج تاني كنتي وانس ان حطيتي ماسي دوره جولد على بشرتك بتشوفي نظارة فضيعة بتحسي ان وشك ايه ده وانا ازاي حلويت كده في لحظة هي الحياة بتبان في ساعتها على فكرة يعني انتو بتحسوا بالنظارة دي حقيقي والنور ده رونك كده تحس ان وشك حلو منور فده لانه عشان فيه ناس كتير بتقول طب انا ماشي حلو الكلام انا بقى النتيجة بقى حسها امتى النظارة من on the spot شد البشرة كتير عملاء عندنا حاسوا بشد البشرة من أول أسبوع أكيد التجايد مش من أول مرة أكيد الهالات السودا مش من أول مرة البقع الخطوط الرفيعة بس انت بتشوفي تحسن ملحوظ أول شهر بتشوفي تحسن الشهر الثاني عن الشهر الأولاني بتشوفي تحسن الشهر الثالث عن الشهر الأولاني لازم تاخدي كورس كامل يعني كورس علاجي لازم يستخدم كل يوم لازم يستخدم كل يوم ما عنديش مشكلة لو حد نسي يوم لكن ما يبقاش الطبيعي ان احنا نحط مرة في الأسبوع مرة كل عشر تيام احنا عملنا حاجة سهلة جدا ان اختصرنا ست سبع كريمات في كريم واحد فطبعا مسيد رجولد بيتحطي يوميا وبتغذي من يومك ديئة الصبح أو ديئة بالليل أو لو تحطيه مرة واحدة هي ديئة في الـ 24 ساعة وده ينفع بقل الستات الريئة اللي بتحبش تتعب نفسها وتقعد إيه تحط خمسين ألف حاجة أو اللي خلقها دايئة أو اللي مش فاضية أو اللي تعبانة مكسلة فده سهل جدا لأنه الناس ما كان بتعمل إيه كان قدامها طريقيني إما تروح تتحقن وتعمل حاجات وده لناسه وطبعا فيه ناس كتير جدا بتعملوا يا إما أنها تقعد تجيب خمسين ألف حاجة تحطها قدامها وتقعد بقى شغالة واحد تحط ده وتستنى ربع ساعة فطبعا يعني ده كان بيبقى الاتنين فيهم وقت طويل قوي وما فيش حد بفتكر يعني هتفتكر النهاردة هتفتكر بكرة هتنسي ستيب بعد بكرة هتنسي اتنين تلاتة ستيب بعد بعده في الآخر هتزهقي واش هتحط حاجة لكن ماسي درو جولد عمل مفهول حلو قوي وفيري إيزي تيوز إنك بتحطيه صبح وليل لو إحنا مش عايزين بقى نحطه صبح وليل بنحطه بالليل مهم قوي إن ماسي درو جولد بتحط على بشرة نظيفة لازم يستخدم مسائل لو مش عايزين تستخدموه صباحا طبعا بس طبعا منيجي من بره بقى من شغلنا من خروجنا بيبقى وشينا كله أتريبة بنخسل وشينا على بشرة نظيفة نخسلوا بإيه بقى غسول مناسب لبشرتهم أيوان يعني السابون العادي اللي بريحة ده 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 تعمل للإيد بس نخسل بيقدينا السابون العادي بيجفف الوش بيجفف الوش فعلا مش للبشرة يعني هو للإيد بس فالبشرة ليها حاجات تانية فنخسل بغسول مناسب لبشرتنا ونهيق بشرتنا إنه نحن نحط ماسي درو جولد ماسي درو جولد من أول ده احنا بتشوفي نضارة طحفة يمكن طبعا إحنا عندنا يعني غلطينا مصر كلها كتير قوي طبعا بيستخدمه ماسي درو جولد وعنفين إحساسه من أول دهنا بتحسي بسخنية بسيطة قوية وسخنية حلوة مش سخنية داية بتحسي إن بشرتك دورة دموية كلها انتشرت في بشرتك بتشوفي روزي لوك بتشوفي لمعان الدهب بتشوفي جزائيات الدهب الحلوة في ماسي درو جولد إن ما بيسيبش أي جريزي رزدي ومهم قوي طبعا زي ما احنا شايفين مع الموضل إن احنا ندهم ماسي درو جولد عكس الجاذبية الأرضية من تحت الفوق لأن احنا مع التقدم في السند بتلاقي الوش بينزل لتحت تحت العين مناسب جدا كتير وليه تبيين فنحط تحت العين تحت العين حركة دائرية أو طبطبة رايح جاي عند العظمة لأنه بيدي نتيجة ممتازة من الهالات السودة كتير ستات ممكن بقاش عندها تجاعد بس بتعاني من الهالات السودة بدرجة رهيبة القورة من تحت الفوق الدقن ومننساش الرقبة مصنوع للوش والرقبة للوش والرقبة ويستخدم من عكس الجاذبية الأرضية يعني من تحت من تحت الفوق لفوق صح طيب ما بيتغسلش بيتحط البشرة ويتساب بيتساب بعادي بتنامي بيه ممكن قبل ما تنامي بنفس الساعة لأنه هو سريع الامتصاص يقول لي طبعا احنا هنحطه وأنا بنام مثلا السيدة بسا بتنام بوشها مثلا أو تنام أو تصحى تصلي الفجر أو اللي حاجة به هو بيمتص هو سريع الامتصاص لأنه متصنع بأحدث تقنية لأي مستحضر تجميل اللي هو النانو تكنولوجي النانو تكنولوجي احنا مصغرين للجزيئات قوي وفارمينها كويس قوي عشان تقدر تختارك كل السكن باريرز احنا ثلاث طبقات فبتقدر تختاركها فهي بتقبل ما تنام بنص ساعة تحط ما فيش أي مشكلة ما فيش مشكلة خالص وتصحى الصبح تخسل وشها عادي عشان ما تزعلوش مني يعني هو اللي بيقول ما عندناش غير الصابون نخسل بيه وشنا أو في ناس بيبتقولك لا أمنا فيه صابون تببي على فكرة فيه صابون تببي أو لو الصابون العادي بس ما تحط يعني ايه ما تسيبوش كتير على وشكه يتحعمل كده وتخسله على طول حاولوا ما تسيبوش كتير لأنه ما يحصلش جفاف للبشر فانتوا تستخدموه مساء كم على حسب حجم الوش يعني فيه سيدات بيستخدموه رجال أربع ضغطات فيه تلات ضغطات فهو مش أكثر من خمس ضغطات حبيبه حلو جدا قولي من ثلاثة الخمس ضغطات عشان تكفي الوش والرقبة بتحطيها على كافي إيدك وبتوزعيها على وشك كله وتحت عينيكي ما فيش أي مشكلة أنا لو بشرتي دهنية ما يعمليش أي طبقة زيتية كده طلاقا رعينا جيدنا البشرة دهنية البشرة دهنية بتقلق شوية من كريمات تقول لك أنا قريدي بشرتي بتفرز سيبا وبتفرز أويل زيليس هحط طبقة أويل تاني ماسي دورو جولد البيس بتاعه ميا مش أويل ماسي دورو جولد متصنع بطريقة النانو فمش هتحس بأي أويل ستيكس على بشرتها وهتنزل مش أولا مش هتحتاج ميكوب كتير لو هي حطته كمان الصبح ولو حطته بالليل هتسح هتلاقي نظرة طحفة على بشرتها سنائين ما بيسيبش أي جريز يريز دي على سكن إطلاق طيب احنا نروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلام ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم وإستحضرات التجميلة من أكثر ماسي دورو جولد يحتوي على 50 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورانيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة الأقوى الغníف dev jutme كافيار كولاجين سيرامايد والهايلورانيك أساد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المرخص من المرخص من المرخص من المرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب دكتورة دينا بما أننا كنا لسه بنحقن وكان لسه معنا حالة بتحقن فلازم نقول هل ماسي بيتعارض مع الناس اللي بتحب تحقن بوتوكس وفيلر لأنه طبعا هم مشاريحة كبيرة طبعا والناس كتير بتحب الحقن جدا وبيجيب معها نتيجة هل في تعارض بين الاتنين؟ إطلاقا يا يومنا على طول بنصح أي ستة أي رجل بيحقنه فيلر أو بوتوكس أو حتى الخيوط نستخدم ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد على طول بنصح استخدامه مع حقن الفيلر والبوتوكس ليه بنستخدم ماسي دورو جولد؟ أولا بيعزز موضة الحقن بيطول مفعول الحقن ممكن الحقنة تكفي ستة شهور فقط فبترجع يتحقيني تاني مع ماسي دورو جولد ممكن تكمل الحقنة لسنة لأن ماسيد روجولد فيه فيلر اللي هي مادة الهيليرونيك أسد وفيه مادة بتشتعل زي البوتوكس اللي هي الأسيتال هيكسابيبتايد وفيه مواد مش موجودة في حقن الفيلر والبوتوكس مهمة جداً البشرة أنا عوز أعرف المكون يعني 56 حاجة خلينا إحنا قلنا الدهب فخلينا نعرف السيدة المشاهدين كده إيه اللي موجود جوه تاني في الإزازة دي هيفيدهم يعني يفيد بشرة ماسيد روجولد مكون من 56 مكون منهم 23 أكتف إنجريديينت يعني 23 عنص وفاعل طب والبقين إيه أكتف إنجريديينت بس مهم يعني أهم أنا بحب أتكلم على الفوكس على أهم المكون الأكتف إنجريديينت طبعاً من أهمهم أولاً جزائيات الدهب وهنتكلم بالتفصيل الدهب يعمل إيه على البشرة عندك الكافيار طبعاً الكافيار اللي هو بيد السمك هنتكلم عليه بالتفصيل عندك مادة الفيلر الهيلورونيك أسد عندك الأسيتال هيكسابيبتايد عندك مادة مهمة جداً الكولوجين وعندك مادة يعني هو فيه كولوجين وفيه حاجة زي الفيلر فيه كولوجين وفيه فيلر وعندك الدهب والكافيار كمان بيحفزه على إنتاج كولوجين من طبقات الجلد آه ده ده غني بالكولوجين جداً بقى هو غني جداً بالكولوجين وكمان عندك مواد بتحفز على إنتاج الكولوجين وبتقلل من استنزاف الكولوجين في البشرة ليه ما سيد روجولد أنتي إيج يعني ليه ما سيد روجولد بيحارب شخوخة الجلد لأن أنت طبيعي بعد 25 سنة نسبة الكولوجين عند أي ستة وأي رجل بتقل ده طبيعي فأنت بتعملي بالانس للكولوجين أولاً ما سيدي رجل فيه كولوجين بكامية كبيرة سنياً الدهب والكافيار بيحفزوا على إنتاج كولوجين وبيقللوا من استنزافه تحت الجلد فأنت على طول مغزية بشرتك بالكولوجين ومع ذلك هي الكولوجين ده بيقل أنت بتشوفوا الناس لما بتكبر في السن والشاه بيعظم شوي أو لما بتخس صح؟ أو لما بيجي لحالة نفسية ده كله بيقى فقد يعني تحت الجلد ده كله كولوجين مع الوقت والظروف والعوامل ده بيبدأ الكولوجين ده يقل فماسي بقى فيه الحاجات اللي بتعوض الفقد أو نقص الكولوجين ده من البشرة عشان كده هو بتحسي هو مش بيدي فوليوم هو بي...معرفش إحساس كده بيرد الوش بيرد آه بيرد الوش بيخلي الوش مليان صحة مهمة قوي أن أي سيدة تحس أن وشها صحي شعرها صحي ممكن تبقى سيدة ما عندهاش كل مقاومات الجمال المكتوبة في الكتب العالمية لكن عندها كارزمة طبعاً كارزمة أهم آه الكارزمة طبعاً الكارزمة أهم بالنسبة لنا لأن على طول تقولي الله بتحب يتبصي الوشها فيه ناس حلوة جداً ودمها زي السمي يعني ما يعني بقيت معنش يعني ما احترامنا ما أتكلمش على حد معين بس فيه ناس فعلاً حلوة بس ما عندهاش كارزمة صح ناس تحبت أن أنت تبص في وشها طبعاً من نقاقه وصفاءه هو حلوة الكلمة دي يومنا لأن ما سيدة رجلت فعلاً بيدي صفاء للبشرة فضيع بتحس أن بشرتك كلها لون واحد أحنا بنستخدم ميكوب عشان نداري هلات سودا بنستخدم ميكوب عشان نداري تجعيد بنستخدم ميكوب عشان نداري بقع مع ما سيدة رجلت تحس أن بشرتك صفية كلها مية واحدة بيديكي ثقة بنفسك أن كنتي مش محتاجة أنت عارفة الهلات السودا دي عشان تداريها بالميكوب دي كذا ستاب ده بشوف ناس بتقلب معها أزرق عشان ما بيحطوش الميكوب صح يعني بيحطوا بس الحاجة بيضة مع تحت أسود بيقلب أزرق فليها ستابس كتير قوي عشان تداري طب أنا هرجع البيت أنا ست متزوجة هخس الوشي طب طب إيه بقى طب إيه بقى الواضح طب إيه بقى الواضح لا أنا لما أنزل وحط الميكوب كل ده هدالي لا أنا أعالج الكواليتي أعالج وشي مخافش من السنة مخافش من الكبر أوصل لستين سبعين سنة أنت المفروض تبقي في البيت والله العظيم أحلى ميت مرة من وانت خارجة كمان يعني ليه أنت بشوف ناس بشوف ناس طبعا مش كل الناس تلاقيها بقى خارجة عاملة بقى العميل واللبس والشياكة وشعرها ولا مثلا أو الطرحة والميكوب والتاع وفي البيت قاعدة ما فيش الكلام ده بيروح فين ما عرفش بزعل والله العظيم ما قولي في البيت برضو من حقهم يشوفوك شكلك حلو يا ست طبعا يعني اللي في البيت برضو زوجك وأولادك وانت من حقهم برضو أن هما تبقي نجمة كده ستار كده وانت قاعدة في البيت صح يعني مش ما تبقيش وبعدين أنا عايز أقول حاجة مهمة كل واحدة سيبوكوا بقى من قصة النجوم أو الفنانين أو الإعلاميين أو أي حد تحت الأضواء كل واحدة تقدر تبقي نجمة في مجالها أو نجمة في وسط صحابها نجمة في بيتها وسط أهلها وإخواتها إزاي هتبقي نجمة؟ هتبقي متميزة طول ما أنت مهتمة بنفسك الناس شايفك مختلفة حلوة على طول ما أنت هتبقي نجمة في محيطك يعني في مجالك هتبقي نجمة ومميزة جدا مش شرط تكوني نجمة سينما يعني أو مش شرط تكوني بتطلعي في التلفزيون أو عليك الأضواء الأضواء هتبقى عليك برضو بس في المحيط بتاعك ودي في حد ذاتها حاجة جميلة جدا دي انتبقى نعمة بالعكس أنت بتبقي مبسوطة لو جوزك شايفك أحلى ست صحابك شايفينك أنك أنت تخرج مع صحابك كليك إيه دا أنت شاكلك حلوة قوي النهاردة ووشك رايق فدي خلاص هي بتبقى راضية أهم حاجة أنك أنت تبقى راضية عن شكلك راضية عن بشرتك راضية عن شعرك راضية عن كل حاجة ففعلا زي ما قلت مش بس النجوم السريمة أي ست تموحها وهدفها أنها تبقى حلوة طبعا كلنا طبعا طبعا أي ست تموحها أن هي ما تخافش من الزمن كل المعادلة دي اتعاملت مع ماسي درو جولد اللي هو 120 ملي كل العملة يمنا مش قادر أقولك الفيت باك الرائع مش قادر أقولك أن العملة اللي قالوا غالي رجعوا واشتروا تاني يعني خلاص يعني اللي قالك غالي رجع برضو أخدوا تاني طب هياخدوا تاني يعني حد ضربوا على يده وحد ضربوا على يده أكيد هو مبسوط بالنتيجة طبعا وبعدين عايز أقولك أن مش ماسي بسر غالي كل حاجات بقت غالية أنا ما بقيتش شايف حاجة مش غالية أو كل حاجة فعالة ما علينا فماسي درو جولد منتج مستورد عايز أقولك في منتجات في الماركت بالكافيار بس ممكن تبقى سعارها أغلى من ماسي ده حقيقي واللي يسأل هيعرف يعني اللي في الموضوع في الحاجات الكوزماتيكس والتجميل والحاجات دي هو هيبقى عارف كويس قوي أنه في حاجات طبعا أغلى من ماسي ده فعلا ماسي درو جولد منتج طبعا زي ما قلنا من إيطاليا كلنا عارفين أن إيطاليا قد إيه بلد الجمال والتجميل والبرندات أنا رحت المصنع شفت مصنع حلو مصنع التعقيم عالي الكيميائيين اللي مصنعين ماسي درو جولد عندهم وعي ودراسة كبيرة قوي في مستحضرات التجميل فماسي درو جولد على طول بقول فعلا ملوش منافس طيب وطبعا أنا شايفها الإزازة خلاص هي خلصة تقريبا لتتسلوا عليها أو حاجة مش عارفة في إيه للأسف طبعا فمع كل ضغطة هينزل الـ 56 مقابل طبعا ليه سر تركيبة مش موجودة في أي كريم تاني موجود لأن كل ضغطة فيها دهب فيها كافيار فيها كولاجين فيها سيرامايد فيها بوتوكس لايك أكشن فيها حاجة مادة مهمة قوي تيتاني وده أكساد السام بلوك يعني ماسيد رجولد كمان بيقي من أشعة الشمس الضرة يمكن علماء كتير اكتشفوا أن 70% من شخوخة البشرة فعلا نتيجة من أشعة الشمس الضرة فهي قدر يحمي من أشعة شمس الضرة اللي بتعمل تجعيد وبقع وجفاف كمان للبشرة طيب احنا عايزين نقول أنه في ناس كتير يا دكتورة دينا بتقول طب وانا ايه أضمن منين وأنا دايما أرد وأقول أنه ما تشتروش أي حاجة من غير ما تسأله على ترخيصها أو تبقوا عارفين أنها مرخصة أو يعني المرخصة دي يعني مضمونة يعني اتعمل عليها أبحاث اتعمل عليها تجارب بخضعة الاختبارات علشان يدوها الترخيص ده طبعا فماسي منتج مرخص من كذا جهة مش جهة واحد طبعا في مقام الأول على طول أقول وزارة الصحة المصرية بتاعتنا طبعا من أكبر الوزارات اللي فعلا أخذت عبوات عشوائية من ماسي دورو جولد وحللتها لقيتها مطابقة لمواصفات وكمان فيها 56 مكون وفعلا بتدي نتيجة ممتازة مالوش أي أعراض جنبية تاني حاجة ماسي دورو جولد منتج إيطالي فمرخص من دول الاتحاد الأوروبي تالت حاجة ماسي دورو جولد مرخص من الإمارات حكومة دبي يعني آمن جدا مالوش أي أعراض جنبية يستخدم ستات رجال جميع الأعمار ابتداء من 18 سنة بنصح أن الناس الشباب الصغير بنات وأولاد يستخدموا ماسي دورو جولد حتى لو ما عندهم مش مشكلة في البشرة كوقاية من علامات التقدم هتعملي دلوقتي أنت مشكلة في موضوع 18 سنة و20 سنة كل أي حد بتفرج عني 18 و20 دلوقتي هيروحوا الأهليهم يقولهم إحنا عاوزين ماسي دورو جولد هعملهم مشاكل كده هقولهم أنتوا ما عندكوش يعني يعني الرد الطبيعي أنه أي أمها تقول لها أنت لسه صغيرة أنت لسه ما تستخدميش الحاجات دي من دلوقتي لسه بدري لما تبقى تظهرك المشاكل أو التجعي فعلا يونة بس كتير برد أحيانا على العملة بنفسي لا بستات أمهات يا دكتورة دينا أنا عايزة أمسي دورو جولد اللي بنتي فبقولها هي عندها كم سنة فبتقولي 18 قولها تمام في ستات دلوقتي لا عايزة عايزة تحلي بنتها وعايزة تخلي بنتها شايفة بنتها أحسن واحدة وأحلى واحدة في العالم كلنا يمكن فيه سيدة تانية أكلي أنا هتجيبه بنتي 11 سنة لا طبعا لا 11 سنة والصغيرة لسه يعني ففعلا أنا قلت زيك هيقولوا لا أنت لسه صغيرة أنت شكلك حالو لا دلوقتي الترند أن الأمهات عايزة بناتها يبقى أحلى وأحلى بنت في العالم طبعا كل واحدة نفسها بنتها تبقى أحلى واحدة في الدنيا وعايزة أقول لك إيه المعنى أنها تستخدم حاجة حالية عندك مشكلة في موضوع 18 سنة سنة المراهقة بيطلع الحبوب الشباب الحبوب لما بتتعالج بتسيب أثار فعندي عمل كتير جابوا لبناتهم مسيد الرجول عشان أثار حب الشباب وتبسطوا جدا أنه هو واحد فعلا من المبشراتهم وبعدين أنتو لما البنات تستخدم الحاجات دي من بدري هي مش هتعجز بسرعة يعني ده هيحميها من أن هي تعجز السن يبنى عليها يعني لما عندها 40 سنة هتبنى أنها 30 أو 50 هتبنى أن هي 40 فأنت بتعملي مصلحة طبعا حلوة جدا يعني ما بدتك بسرعة طيب هنروح لزقرير ونرجع نكمل كلام ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مرخص من دورو جولد ستظهر مرخص مرخص وصفة وصفة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إنجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب زي ما شوفنا في التقرير ليكم فروع كتير مش بس موجودين في مصر تقول لنا الفروع فين وكيفية التواصل معكم تكون الشركتنا الرئيسية الشركة الأمم متواجدة في إيطاليا شركة ماسي فارم إتلي شركتنا في مصر ماسي فارم إيجبت متواجدة في قاهرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جاوف مقرها جبل علي دبي الإمارات عندنا شركة تانية في دبي ماسي فارم جاوف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات إن شاء الله قريب عشان الكستير بيسألوا لي فتحته في أمريكا هو إن شاء الله قريب ماسي فارم أمريكا مقرارة في لادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية طيب والناس كتير قوي بتقولك إيه طب ما إحنا عاوزين ويبقى في الماركتز يعني عاوزين ننزل نعرف نجيبه فأنتم مش عاملين الموضوع هو شركة ماسي فارم هي الوكيل الحصري المنتج ماسي دورو جولد أي حد بيتفرق علينا يومنا عايز يحصل على ماسي دورو جولد فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة بلس عندنا صفحات كتير على الفيسبوك نقدر نحصل على ماسي دورو جولد منها احنا مش طرحين ماسي دورو جولد في الماركت أولا تسهيل على كل العملة ستات كتير مش قادرة تنزل في الحر أو في الزحمة تدور فسهل قوي إن أي حد يتفرج علينا يتكلم بالتليفون المنتج يوصل لحد عندهم طبعا شركة ماسي موفرة مناديب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنوصل للسعيد بنوصل للغردقة بنوصل لشارم الشيخ بنوصل للمرسة مطروح أي حتة في مصر عندنا مناديب موجودة في كل المحافظات بنوصل في جميع أنحاء العالم برضو كتير بيتفرجوا علينا خارج مصر بيقدروا يحصلوا على ماسي دورو جولد من خلال برضو الأرقام اللي ظهر على الشاشة طيب الطبقة اللي بتاخد ماسي عشان أنتو دايما ودايما بقولك الكلام ده يقولوا لك يا عمي ده الكلام ده ده بتوع الناس الإي كلاس ده مش مش ماينفعناش الكلام ده هل في شريحة معينة بتتعامل معي كل؟ كل الشريح يعني يمكن كنت أنا فاكرة كده من أكتر يعني الحمد لله بقلي ثلاث سنين ونص فأنا كنت فاكرة في الأول كده يوم أننا هنبقى في طبقات الإي كلاس أنا بقى موتواجدة في كل سنتر لا 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 ما فيش كلام ده خالص عايز أقولك إحنا موجودين في كل طبقات المجتمع سيدات عاملات سيدات مش عاملات جميع المحافظات المراكز اللي موجودة جوه المحافظات سيدات محجبات سيدات منقبات سيدات مش محجبات كل 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 حاجة يعني حتى السيدات العاملات في كذا قطاع يعني شركات أو وات أفر كله موجودين في كل الطبقات وكت فاكرة أن ميسيد الرجولد هيبقى مقتصرة على الستات يمكن الستات بتهتم بالجمال قوي عايز أقولك رجال كتير رجال كتير بتستخدم ميسيد الرجولد وبقى يهتموا زيهم زي الستات ما بقاش عندهم ترند لا أنا راجل مش مهم شكلي ما بقاش بقى طب تنكروا تنكروا أنتوا بقيتوا تهتموا بنفسوكوا أكتر من السيدات كمان لا ما حدش يقدر ينكر يعني كل واحد عارف بقى هو بيعمل ايه لا ما بقاش فعلا وكل واحد عارف بقى هو بيهتم بنفسه ازاي فخلاص طبعا رجال دلوقتي اهتمامهم بنفسهم بقى مضعف جدا مش عارفة ليه بس هو بقى مضعف يعني المهم قوي لشغله على فكرة يعني أنا عالطول بقول الفيرست يعني الانطباع الأول الفيرست انفرشن الانطباع الأول بيدوم مهمة قوي واحدة دخل على شركة جديدة على شغل جديد انطباعها قدام الناس اللي هتعمل معهم انتريفيو مهم مش بس الرجال كمان اي ولد داخل يشتغل في اي حتة الانطباع الأول يدوم فبقى فعلا مركزين في الكاريزما بتاعتهم وفي شكلهم ان ماسي دورو جولد طبعا بالنسبة للرجال بالفيد باك اللي بشوفهم مع العمل اللي معانا فرحانين جدا من موضوع الهالات السودة كثير من الرجال بتعاني من الهالات السودة فرحانين من موضوع التجايد يمكن فيه فئة معينة من الرجال ما بتحبش قصة الحق الموضوع ده يعني سيداتي شوية 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 في التجايد السطحية والخطوط الرفيعة وبالنسبة للتجايد العميقة هيحسنها بشكل كبير فهي تاخد الكورس تاني يعني لو هي مش عايزة تحقن وان هي كل ستة شهور تلجأ لحد تخذي الكورس كمعين لان ماسي دورو جولد الحلو فيه ان هو بيعالج وفيه موضة دات اكسادة بيمنع الظهور على فترة طويلة تاني وبعدين انا عايزة اقولك الحاجة فيه ساعة الواحد بيوصل لمرحلة معينة سواء بقى هي سن معين او ظروف معينة بيبقى محتاج ان هو يشوف نفسه حلو بيبقى محتاج ان هو معنوياته ترتفع شوية فمش هيب مش هيب ابدا انه مثلا يبقى رجل ويستخدم مثلا كريم لحلي ايه المشكلة على فكرة انا بهزر انا مش ضد الرجال خالص ابدا ابدا بس انا يعني بقول انه يعني له عيب ولاه حرام ان واحدة تبقى نفسيتها تعبانة بزهقانة من شكلها متضايقة متضايقة حسا انا عايزة اعمل اي حاجة عايزة اغير عايزة بيبقى شكل حلو فما فيش منع ابدا سواء راجل او سيدة ما هو يعني الواحد لما بيغير من شكله شوية بيحلي من نفسه شوية ده حلو وده بيرفع من معنوياته بيخليه يتعمل بشكل مختلف ويستقبل اي حاجة بشكل مختلف وبصدر راحب بشكل كبير جيد هو مهم قوي في التجديد يا اون اه التجديد حلو مهم قوي روتين الحياة كتير مع ناس بقت روتينية جدا فانتي بتجددي هتجددي ايه في شكلك؟ هو ده اللي تقدري عليه يعني اقل حاجة تقدري تعمليها صح صح طبعا ماسيد روجولد فعلا بالنسبة لرجال كتير حق نتائج ممتازة نور بشرتهم يمكن ستات لو وشها شاحب هي بتداري بميكب اه لكن الراجل محتاج فعلا الراجل محتاج هواهي مش هيحط ميكب اكيد لا لا محتاج انه بقى يمشي على كورس ماسيد روجولد هلاقي فعلا الكارزمة بتاعته عالية جدا اي مشكلة من علامات التقدم في السن اتعال جدا فعلا طيب هل فيه نوع نوع او لون بشرة معين يستفيد اكتر من لون او نوع؟ لا كل البشرات هي يومنا يعني عندك البشرة البيضة مستفادة كويس اوي البشرة الصمرة مستفادة كويس اوي بالنسبة للبشرة الدكنة او الصمرة هو مش هيفتح لونها الاصلي هو هينور هيدي نظارة لو هي عندها بقى اغمى هيوحد دون البشرة طبعا الناس اللي عندها بوهاء هو ما بيعليكش البوهاء يعني حتة الفتحة مش بيغمعها طيب اذا اللي هيستفيد بيه اصحاب البشرة الفتحة او الغمقة ما فيش مشكلة او بشرة هتستفيد اكتر من بشرة انه هو المشكلة يعني دي واحدة فتحة وعندها لتسودة ودي واحدة صمرة وعندها لتسودة هي الفكرة في الهلات السودة مش الفكرة انت في لون بشرتك ايه او انت نوع بشرتك ايه الفكرة في المشكلة اللي عندك فهو بيستهدف المشكلة طبعا صح كده طب نحطه على المشكلة نفسها ولا على الوش كله لا انا بحب الوش كله حتى يعني ممكن تقولي ايه طب انا عندي تجايد احطه هنا بس لا انت استفيد من مسيد رجل ده على وش كله وعلى رقابتك عشان ما تعالجيش بس هو طبعا لو هي ركزت في التجايد وحطت في التجايد بس التجايد هتختفي بعد يعني بتشوف كل شعر تحصل لكن انت معاكي ماسيد رجل ده ما تحطيش على المشكلة بس حطيه على وش كله وانت عايزة مش بس تعلجي التجايد او تعالجي هالهات السوداء انت عايزة تحلوي بشكل عام طيب نروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اسد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الامارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج ايطال الصنع ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم لانه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو اصغر سنة بعشر سنوات من الاستعادة ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب دبي الامارات ماسي فارم امريكا ومقرها فلادلفيا فنسلفينيا ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب خلينا نوضح لستة المشاهدين كده واحدة واحدة ايه الوظائف او ايه المشاكل اللي بيعملها او بيعالجها ماسي دورو جولد همسك لهم العلبة ونفسر لهم حاجة كده بالعربي عشان يبقوا عارفين ايه المشاكل طبعا هي دي علبة ماسي دورو جولد السيكس اكشنز يعني اهم الفوائد بتاعت ماسي دورو جولد او اهم العلاجات اول حاجة انتي رينكل يعني مضاد للتجعيد انتي ايج محارب لشيخوخة البشرة وايتنينج يعني بيفتح البشرة نورشنج بيعمل نظارة عليه قوي يعني بيعمل رتوبة عالية طبعا كل الاكشنز مكتوبين على علبة طب هو مضاد للتجعيد هي حاجة غير مضاد للشيخوخة مضاد للتجعيد يعني بيقدر يعالج التجعيد والخطوط الرفيعة اللي موجودة اللي موجودة ازاي ماسي دورو جولد يقدر يعالج التجعيد بمكوناته اولا الدهب من اهم فائده انه هو فعلا بيعالج التجعيد والخطوط الرفيعة الكافيار انتي رينكل بيعالج التجعيد والريدي ماسي دورو جولد فيه فلر والفلر بيعالج التجعيد والكولرجين بيعالج التجعيد يعني هو بيعالج التجعيد الموجودة وبيقاوم زهور التجعيد يعني يعالج ويقاوم طب احنا قلنا اي تاني انتي ايج يعني محارب الشيخوط البشر تمام اللي هو دي المقاومة مقاومة دي المقاومة التجعيد دي مهمة قوي كوقاية يعني لو أنا أو أي بنت شايفة نفسها ما عندهاش تجعيد طبيعي مع الزمن مع التقدم في السن مادة الفلن موجودة ربنا خلقنا بيها تحت برشتنا والكولوجين وانس الاتنين حصل ديستراكشن أو الليفل بتاعهم ألف البشرة طبيعي يظهر لك تجعيد فأحنا منستخدم ميسيدورو جولد من سن صغير نعمل مقاومة من زور التجعيد كمان الانتي ايج يعني هو فيه مددات أكسادة فدي حاجة مهمة قوي طيب فيه حاجة بتفتح كمان دون البشرة ده للتفتيح طبعا مظبوط كده والحاجة الأخيرة اللي هو بيشد بيشد فيس لافتينج ميسيدورو جولد بيحتوي على مادة السيرامايد مادة السيرامايد مهمة جدا لشد الجل لأنها عبارة عن مادة شمعية بتلزق الخلايا ببعضها وبتمنع طراه للجلد طبعا السيرامايد العلماء اكتشفوا أول ودكتور أوز أن المادة اللي تقدر تصغر في سن البشرة شكلين 10 سنين لأنه بيشد الجلد وبيشتغل بيمنع من اختراق البكترية أو أي مايكروورغانيزم للبشرة وتعمل مشاكل شد الجلد بيكون إزاي؟ يعني فيه ناس تفتكر بقى أنه هالجلد هيتشد بقى كده؟ لا 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 خالص بشدة بسيطة مش شدة العمليات الجراحية فهي بتبقى شدة بسيطة عشان كده بقول لو أي سيدة عندها تراهل شديد طبعا بتلجأ للتقنيات التانية ومع ما سيد رجوت لو تراهل سطحي بنلحقه بما سيد رجوت طيب هل فيه طريقة معينة للتخزين أو للحفظ أو يعني فيه حاجة معينة بما أنه منطق فخم وفيه مكونات غالية فالناس هتبقى حفظة عليه قوي ماسيد رجولد بتخزم طريقة سهلة جدا في درجة حرارة القوضة الطبيعية من 10 إلى 30 درجة مقاوية ما بيتحطش في التلاجة ولا بيتحط في الشمس أيام طويلة بس فحاجة سهلة قوي في قوضة نقمك عادي بس ما يتسبش في الشمس ما يتسبش في الشمس ومن يفتحوش ونسيبه وننسى مفتوح يحصله أسا قولك هذا أطومايزر كده صحيح؟ عشان يبقى معقم كويس قوي يبقى مفيش أي مايكرو أورجنزم أو بكتريا أو فطريات توصله فإحنا حتى لو نسينا وفتحناه ونبص عليه نقفله تاني ما نسيبوش بالأيام متعرض للهواء طبعا والأتربة وبعدها نحن يقول إن هو كبير يعني العبوة كبيرة مش صغيرة يعني 120 ميلي دي كتير قوي بجد والله العظيم ده في حاجة بتبقى 50 ميلي لا أحنا نتكلم يا يومنا في مشاكل علامات تقدم في السن مش ممكن هتخلص في 50 ميلي كنا عملنا عبوات صغيرة لو كتفالها هتخلص في 50 ميلي مفيش عبوات صغيرة يمكن عمر كتير بتسألني فما فيش عبوات صغيرة لازم الكورسي يتاخد كامل 120 ميلي يعني أنتو مش عاملين عبوات صغيرة لهدف مش لأن انتو مش عاوزين بتعملوا عبوات صغيرة إن هم 120 ميلي دي الموضوع مدروس فلازم يتاخد على بعضه عشان يقدر يعالج مشاكل المختلفة أنا بشكرك يا دكتورة دينة على وجودك معي النهاردة ضيفت العزيزة دكتورة دينة أبو السعود حلقتنا خلصت شوفوا كل حلقتنا على اليوتيوب وتابعونا يومين الساعة 3 مساءا والإعادة 8 صباحا أي حد عنده سؤال أو استفسار صفحتي هتكون قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي تقدروا تتواصلوا معي من خلالها وتبعتولي أي أسئلة وإن شاء الله أرد على حضراتكم أول بأول ومحدش يزعل لأن الأسئلة بتبقى كتير جدا فعلا ما بنلحق نرد عليها أشوفكم بكرة إن شاء الله وأنتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنت معكم يومنا طولان سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة